ليه كل سلف عنصار السنة في تصنيف الناس؟ خطأ أنصار السنة المحمدية طيب أنصار السنة المحمدية بجميع طوايفها جنح بزيد وجناح المركز العام وجميع الكتاب السنة أو صافية وغيرها دي كلها الآن كتنظيماتنا يعني ما يعني الأفراد التي تحت الماء الممكن نعزورهم بجاه لهم ديال باروا سياسة خلاص؟ وسكوا مجالس مقاعد في البرلمان خلاص؟ وبيقوا يكرروا الصوفية هادوا عن طريقهم الأول شوف مثلا دي سياقة قوية جدا جريدة الهرام اليوم بتاريخ خمسة مارس الفين وثلاث عشر قال الهد ده أحد قيادات جماعة نصار السنة المحمدية البارزين جدا المركز العام وكلما لا يتلموا مع بعض قال أنا لا أمانع في زيارة القباب والأضرحة مع السواح كذلك كرموا شيخ الطريقة السمانية وكرموا الصائم دي مداخل مباني المركز العام حتى شخ الطريقة السمانية قال وكلام ده في الإعلام ما جبت من رأسي شخ الطريقة السمانية قال قال أنا مبسوط جدا لتكرين جماعة نصار السنة المحمدية لي أنا لأنه ده إن دل إنما يدل على وحدة الصف بين جماعة نصار السنة المحمدية وبين شو؟ وبين الصفية وده إسماعيل عثمان برضو الرئيس بتاع نصار السنة قالوا لي ما رأيك في التصوف كمذهب لجريدة التيار العدد بتاريخ الفين وثماثر ساعة عشر الربيع أول تزاعتاشر الأحد الصفحة خمسة بس كلمتين قال لي ما رأيك في التصوف كمذهب قال ما يدعو إليه التصوف كالزود وتربية النفوس والتزكية أنا أوجيها لشالناس كلها تقرأها ما يدعو إليه التصوف كالزود أنا أعمل له علامة هنا كالزود وتربية النفوس والتزكية فهذا موجود في القرآن الكريم التصوف هو حزمة من الأشياء والتدابير موجودة في الكتاب والسنة ولا يحتاج إلى تسمية بالتصوف دام المحرس سأل وقال لي في الوقت الراهن ظهر الجماعات صوفية ودينية وأحزاب لم تكن موجودة في القرآن وقال لهم المحرس ده صحي لكن الآن هي موجودة ولها برامج وأهداف نشوف كلام رئيسا صار السنة قال الإسم له دلالة الفعل المحمود لا يحتاج إلى إسم آخر الزود والتزكية موجودان والتصوف في الدين موجود لأنه ربنا قال هو سماكم المسلمين ليه ديل صوفية وديل أنصار سنة وديل أنصار مهدي وديل أخوان مسلمين أنا بكون معاك صريح جدا ليه ربنا قال هو سماكم المسلمين فتقول له باطل والتصوف الآن يدعو إلى عبادة المشايخ زون يقول أنا البنية السماء أنا عرشها والكرسي أنا أنا للسماء بانيها ده لو ما حرك في مسلم دواه له دقيقة بس ومشاعره إيمانه يبقى دواه مسلم قال أنا عرشها والكرسي أنا أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أعط فيها زون يقول مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة ده محمد عصان المرغني في كتاب فيوض البحور المتلاطمة هذا الكتاب وده بيبيعوا في المركز العام حقهم في بحر حلة خوجني وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدته رحم الإله صداك يا قحطان ترجمة نانسي قنقر